أهلاً بيكوا يا أصحابي برنامجنا رحلة سعيدة أنا ماما سامح وفي كل رحلة هحكي لكوا حكاية جديدة حكايتنا النهاردة في مكان جميل جداً كلنا بنحبه حكايتنا النهاردة في البحر كلنا بنحب البحر بنروح في السيف نلعب في البحر ونتبسط مع بابا وماما وإخواتنا وأطحابنا والنهاردة البحر كان نستني كل أصحابه اللي بيجوا كل السيف عشان يلعبوا معاه البحر كان كمان نستني مروح مروح كانت كل سنة بتيجي في البحر تلعب مع حاجات كتير جداً موجودة في البحر كلنا بنحبها وبنلعب بيها زي إيه مثلاً؟ زي الموج الموج كلنا كده أول ما بنقف في البحر وبيجي علينا بنتبسط وبنقعد نتنطط كده ونبقى فرحانين جداً كمان حاجة تانية مروح بتحبها وبتلعب معاها وكل أصحابي بيحبوها وعندهم الأدوات بتاعتها الرم كلنا بنحب نلعب بالرمل ونعمل إيه؟ بنعمل دي أشكال نعمل أشكال جميلة نحفر بالجروف ونملأ الجردل بالمية من البحر ونقعد نحفر ونعمل أشكال جميلة ونبقى مبسوطين إن إحنا بنبني من الرمل بيوت وبنعمل من الرمل أشكال حلوة قوي زي أشكال السمك والحاجات اللي بنشوفها في البحر كمان حاجة جميلة جداً كانت بتحبها مروح في البحر وتتحك وتبقى مبسوطة كل الحاجات الحلوة دي كانت مستنية مروح بس مروح ما جاتش السنة دي معقولة مروح السنة دي ما تجيش كلهم قاعدوا يسألوا فين مروح؟ مروح جات معقولة مروح ما جاتش النورة سألهم أنا الوحيد اللي هقدر أعرف مروح جات ولا لا؟ أنا حطير وهدور عليها في كل مكان أنا كمان زيكم بحب مروح لأنها كل سنة لما كانت بتيجي كانت بتعلمني أغنية جديدة وأنا كمان بعود أغنيلها أغنية جديدة من أغاني البحر اللي أنا بحبها إحنا عارفين إن النورس دا طائر دايما بنشوفه في البحر بيبقى شكله حلو لونه أبيض ودايما موجود كده نشوف المراكب والنورس طير فوقها ويبقى شكله حلو قوي 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 طار النورس وفضل يطير يطير وفجأة لقى مروح قال له مروح هي مروح هي موجودة بس مروح السنة دي ما كانتش بتلعب معاهم لأنها كانت مشغولة بحاجة تانية مسكاها في إيديها ومش عايزة تسمها أبداً الموبايل الموبايل مروح قاعدة على البحر ومسكة طول الوقت الموبايل تبص فيه معقولة إديها توجعها وكمان عينها توجعها وكمان ودانها توجعها لأنها حتى سمعت في ودانها وبتسمع موسيقى عالية جداً النورس قرب منها وقال لها يا مروح إنتي هنا يا مروح إحنا كلنا بندور عليكي وسته مروح وقالت آه أنا هنا بس خلاص أنا مبقيتش محتاجة ألعب معاكم كل اللعب اللي كنت بلعبها معاكم موجودة على الموبايل بتاعي وسكت النورس وقال لها بس إحنا كنا بنتبست وإحنا بنلعب سوا فكرة الموج يا مروح قالت له آه عندي برضو موج على الموبايل طب فكرة الأغنيات اللي كنا بنقولها قالت له عندي كل الأغنيات على الموبايل طب فكرة الطيارة الحلوة اللي كنتش بتطياريها عندي طيارة برضو على الموبايل وبطيارها عينين مروح ما كانتش بصّل البحر كانت بصّل إيه شاشة الموبايل التلفون وإيديها ما كانتش بتلعب مع الرملة كانت بتلعب على إيه على زرائر الموبايل وودانها ما كتش سمع على صوت النورس ولا صوت البحر وودانها كتبس سمع إيه؟ الأغاني الأغاني اللي على الموبايل ده كلام يا مروة النورس راح قال لهم خلاص مروة نسيتنا مش عاوزة تلعب معنا من ساعة ما بقى معها الموبايل ده وهو خلاص خلها تنسى كل أصحابها بس إحنا مش هننساها إحنا برضو هنستنيها وأكيد في يوم من الأيام مروة هتعرف إنها فعلاً إحنا وحشناها وهي وحشتنا وقفت مروة شوية وقالت أتمشى شوية كده على البحر مين اللي كان مستني في رائب مروة ويشوف الأنديل لا مش الحوت الأنديل أنديل البحر إحنا عارفين يا صحابي إن أنديل البحر ده مؤذي جداً ولما بنشوفه على طول بنجري ونبعد عن المكان اللي هو موجود فيه وكمان هنا عنده سن لكن السنة دي مروة كتمنتبهة للأنديل يا ترى؟ لا كتمنتبهة لا كانت بصة بس على الموبايل أنديل البحر بقى فرحان والأول مرة مروة ما تاخدش بالها مني مين اللي من بعيد كان شايف الأنديل؟ النورس النورس أبداً مروة مش عايزة تتحرف لأنه بصة بس في الموبايل في ثانية قرب الأنديل من مروة وأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي طبعاً يا مروة، أول مرة الأنديل يقرسك لأنك مش بصة ومش منتبهة أنت قاعد على البحر بس مش شايفة ولا حاجة حواليكي بصة بس على شاشة المباين النورس بسرعة بسرعة قال لازم ننقذ صاحبتنا مروة لازم ننقذ صاحبتنا مروة جري جري بسرعة النورس وراح جاب من عند الصياد اللي موجود عند البحر قال له ممكن أستلف منك لمونة إحنا عارفين يا صحابي لما لقدر الله الأنديل يقرسنا لازم بسرعة المنطقة اللي اتقرست نحط عليها يا شوية خل يا إما لمون عشان يسكن الألم وفي الوقت نفسه يخلي الالتهاب أو الحاجة الوحشة اللي عملها الأنديل تروح بسرعة السمك أخد اللمون وبدأ يعمل إيه فرج لين مروة بقى؟ يا شرحة يا شرحة عزجليها أيوة يبدأ يعصر اللمون على الحتة اللي وجعت مروة فرجليها مروة بدأت تحس إنها ارتاحت قالت الله أنا كده مرتاحة أنا مبسوطة قوي إن النورس قدر ينقزني كمان الريح جت وبسرعة بسرعة حركت الموج خلت الأنديل يبعد بعيد خالص خالص عن المكان اللي موجودة فيه مروة يعني مين بقى اللي أنقذها لما الأنديل قرسها؟ نورس ومين كمان؟ الموج والنورس هم اللي أنقذوا مروة لما الأنديل قرسها الموبايل اللي أنقذها؟ لا الموبايل هو اللي أنقذها؟ لا هنا مروة عرفت إن عمر الحاجات اللي ربنا خلقها حوالينا الطبيعية الجميلة الموبايل يقدر يعوضنا عنها يعني الموبايل كان هو السبب إن الأنديل قرس مروة لكن لو كانت منتبهة وبصة للبحر وبصة حواليها ما كانش الأنديل قدر يقرم منها صح ولا غلط؟ صح صح مروة بعد كده سكت وقالت أنا أسفى يا أصحابي أنا عرفت النهاردة بس إن مفيش حاجة خالص تقدر تعودني عنكم صحيح الموبايل ممكن ألعب عليه بس في الميت شوية صغيرين لكن طول ما أنا في البحر لازم ألعب واستمتع وأعمل حاجات من الرملة ولعب مع الموب وطير طيارتي الجميلة فوق 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 والريح تساعدني وتفضل ترفع الطيارة الفوق وأنا أدحك ويلا بقى بسرعة أنا خلاص من بكرة هاجي بدري وهنلعب سوى تاني زي كل سنة روحت مروة وتاني يوم الصبح أول ما الشمس طلعت نورة الدنيا راحت مروة فين؟ البحر راحت على البحر ولعبت مع مين؟ صحاب صحابها بقى اللي هم النورس والرملة والمود والمود وكمان ايه؟ الطيارة وبسرعة بسرعة قعدت مروة تعمل أشكال جميلة جداً من الرملة وتفرجها لأصحابها وتقولهم شفتوا أنا عملت إيه النهاردة؟ أنا النهاردة عملت بيت جميل جداً جداً وزيينتوا كمان بالقواكع الحلوة اللي أنا جمعتها البحر والمود والنورس والرملة كلهم كانوا فرحانين بصاحبتهم مروة ومروة عرفت إن كل حاجة دي هوات نروح البحر نروح الجنينة نروح أي مكان جميل لازم نسيب الموبايل ونتبسط بالمكان اللي إحنا موجودين فيه ونبقى مبسوطين إن إحنا خرجنا شفنا الشمس شفنا المكان الجميل اللي إحنا بنلعب فيه ولما نروح البيت ممكن نقعد شوية صغيرين على إيه؟ الموبايل أصحابي دي النهاردة قصة مروة اللي عرفنا عملت إيه لما كانت موجودة في البحر وعملت إيه مع أصدقائها اللي كانت بتلعب معاهم كل سنة على البحر قبل ما أسيبكم عايزة أعرف من أصحابي اللي كانوا معي النهاردة إيه رأيهم بقى في قصة النهاردة؟ حلوة حلوة؟ طب إيه أكتر حاجة عجبتنا فيها؟ الموج الموج وإيه كمان؟ الطيارة والنورس 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 في حد فينا بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا في حد فيكم بيعمل زي مروة لما بيروح البحر؟ لا يفضل باسس على الموبايل وما يلعبش وما ينتبهش للحاجات اللي حواليه؟ لا خلاص إحنا عرفنا دلوقتي مروة لما فدت مسكة الموبايل حصل لها إيه؟ كل أصحابي حلوين وشطرين ودايما لما بيروحوا أي مكان هيبقوا بيلعبوا بيتبستوا ومش طول الوقت عينهم على شاشة الموبايل دي كانت قصتنا وعرفنا فيها كل اللي حصل لمروة هشوفكم بقى في قصة جديدة وحلقة جديدة ورحلة سعيدة وحكاية من حكايات مما السباح